مدينة وجدى على موعد مع البطولة الإقليمية للعدو الريفي حيث تجمع 800 تلميذ وتلميذة قادمين من 70 مؤسسة تعليمية ليتنافسوا في حدث رياضي يحمل في طياته روح التحدي والمثابرة. تحت شعار الرياضة المدرسية من أجل تلميذات وتلاميذ منفتحات ومنفتحين شهدت واحدة سيديحية منافسة شرسة حيث تلاميذ من مختلف الأعمار خادوا الصباق بكل عزيمة للوصول إلى خط النهاية. اليوم في هذا العرس طرباوي الرياضي تنظيم المديرية الإقليمية بوجدى أنقاد البطولة الإقليمية المدرسية للعدو الريفي. وتأتي تنظيم هذا التظاهر الرياضي في إطار تفعيل مقتضيات خارطة طاريخ للإصلاح وكذلك تنزيل البرنامج الأنشطة الرياضية بالمديرية الإقليمية بوجدى أنقاد. لحظات من الفرح والتعاب تتناغم في خط النهاية. الفائزون هنا لا يحتفلون فقط بميداليتهم بل بأحلامهم التي بدأت تتحقق. فمع كل فوز يسقل مستقبلهم الرياضي وأكثر لتستمر رحلة الطموح على طريق التفوق والإنجازات. نفس بالمرتبة الأولى وكان نقدم هذا الفوز للواليد ندياولي والمؤسسة تنويت هليا موعد بن جابال والأستاذ نتاعي هلاليمون ليدريس. والرسالة التي نقدمها للشباب والشابات يزولوا هواية العدو للرياضة. سعيد جدا في هذا اليوم وأحسد بالشعور لا يصف. يعني لي الفوز في هذه المسابقة بأنني فخور جدا بمجهودات أساساتنا في التربية البدنية. مع تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز تواصل وزارة التربية الوطنية وتعليم الأولي والرياضة إرساء قواعد تطوير الرياضة المدرسية. هي تجسيد لثقافة رياضية تبني الأبطال وتمنحهم فرصا ليكونوا جزءا من مستقبل رياضي مشرق. ترجمة نانسي قنقر